السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعي يكون بخير وحب أقدم تحياتي وسكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوابقة عذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله وما أبدأيا الفيديو ده يعني فيديو لطيف خفيف ظريف زي ما تقولوا كده ملخص لبعض الحاجات اللي أنا عملتها النهاردة كل الفيديو ده كله متصور النهاردة ملخص للحاجات اللي أنا عملتها النهاردة وطبعا في حاجات تانية كتير ما صورتها أي شيyor يعني زي غسل الموعين زي غسل الملابس زي تنظيف البيت طبعا الحمد لله رب العالمين إحنا بنصور الحاجات اللي تتصور اللي الناس ممكن تشوفها أما خصصياتنا نخفز بها لأنفسنا وأعتقد كل الناس يعني بطورة تغسل الموعين وتغسل ملابس وتطبخ الفيلم الطويل العريض اللي انتو عارفينه ده هنقول بسم الله وعلى بركة الله الفيديو بتاعنا النهاردة حلو جدا خرجنا رحنا عدة اماكن رجعنا عملنا جهوة جهوينة زي ما انتو شايفين كده هنقول بسم الله وعلى بركة الله والحلوة المعبود قامت من الفجرية تشوف مصالح بيتها اوه تشايفين يعني ايه الدنيا يا جماعة عايز اكتهات في الحياة لازم نكتهت في حياتنا هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونتوكل على الله ونطلع طب هنروح فين هنروح عدة اماكن مبدئيا هنروح يوم بيوم محتاجة بعض الاغراض كده من يوم بيوم وطبعا انا بروح ابو خامسة برضو بس ابو خامسة في حاجات بجيبها منه وفي حاجات لازم وحتمل اجيبها من يوم بيوم هنقول بسم الله وعلى بركة الله وحبه برضو واحنا ماشيين كده افرقكم على اجواء ابها البهية الجميلة بسم الله ومشاء الله اللهم بارك سبحان الله كل حاجة في ابها حلوة سماها بردها مطارها صفها كل حاجة في ابها جميل ناسها كل حاجة في ابها حلوة انا ليه بحب اصور وانا ماشية لاني عارفة ومتأكدة ان عندي محبين كتير جدا لابها وناس بتحب ابها وناس كانت عايشة في ابها وكانت هي الديرة بتاعتها وبعدين سابتها ورحت مع ولادها الرياض واللي راح الشرجية واللي راح جدة كلكم بقدم لكم تحية وربنا يسعدكم يا رب اللهم امين يا رب العالمين وان شاء الله شوية شوية كده نرجع لفيديوهاتنا الحلوة عارفين انتو طلعنا من رمضان وبعد رمضان صيام الستة الحمد لله رب العالمين ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وبدينا بقى نستأنف حياتنا الطبعية عارفين انتو الحياة العادية بقى اللي فيها فيها مشقة وفيها تعب وفيها غدا وفيها عاشة وفيها فطار كل الحاجات دي هعملها معاكم ان شاء الله انا هنا رايحة فين رايحة اليوم بيوم بس طبعا انا بحب اروح من على الحزام عشان نتفرق كده وعشان ايه نستأنس بالاجواء الجميلة بسم الله ما شاء الله اللهم صلى على النبي وما بدأ ايا برضو الناس الحلوة العسل السكر اللي بتتفرج معانا تدينا كده ايه تدينا لايك مجدعة عشان الفيديو ينشاف هنقول بسم الله وعلى برجة الله وندخل علي يوم بيوم نشوف هنجيب ايه بسم الله طبعا اول حاجة انا محتاجاها اللي هو ورق الالمونيوم او القصدير او الفويل انا بقول عليه ورق الالمونيوم اه انا محتاجاها طبعا ده ما فيش غينة عنه نغلب بيه الحاجات اللي بندخلها الفرن يعني باستمرار في البيت هو ورق اه التاني اللي هو النايلون اللاصق الاتنين دول حلوين اه باستمرار بحتاجهم بسم الله وعلى بركة الله للامانة حاجات يوم بيوم اه حاجات بصوا حلوة عارفين انتو يعني اقول لكم ايه اه جودتها عالية وابو خمسة برضو حلو ده ابو خمسة ده حبيبنا ابو خمسة ده بصوا العشق فيش غينة عنه بعد شوية هنروحه برضو بس شوية كده ايه ناخد ويندي في الحياة شوية بسم الله ما سأل الله هناك بقى حاجات حلوة قوي قوي بس عايزة فلوس كتير اه عايز حد يكون معها فلوس مش عارف عددها ربنا يرزقنا ويرزقكو يا رب اللهم امين يا رب العالمين كان فيه واحدة سألتني مرة على ستاير وقالتلي يا معبود ما تعرفيش مكان فيه ستاير حلوة ورخيصة يوم بيوم في ستاير حلوة جدا واسعارها بتبدأ من 30 ريال اه طبعا القسم الجميل المحبوب في حياتي جدا جدا اللي هو قسم الشموع قسم الشموع والبخور والمباخر ده العشق بتاعهم معبود انا بحب الحاجات الهايفة دي انا بشوفها حاجات حلوة بس فيه نسبة تشوفها حاجات هايفة لا انا احب الشموع احب البخور احب المباخر الحاجات الحلوة دي بتدينا كده طاقة ايجابية جميلة في الحياة بسم الله ومشاء الله اللهم بارك اه دي لأ دي صنعية عارفين انتو يعني نظام البطاريات الحجارة دي حلوة قوي بس السيارة هو اوفر جدا حاجة وخمسين ريال مكانك يا حاجة جنب اخواتك فينا اللي مكفينا يعني كفيها الحاجات اللي احنا بناخدها اه انا طبعا يعني فيش مرة دخلتي فيها يوم بيوم الا ورحت قسم الشموع تعجبني شمعية كده جميلة اه تعجبني مبخرة اعادي برضو اخد لازم يا جماعة اسعد نفسك بنفسك لان لو ما اسعدتش نفسك خصوصا الحريم محدش هيسعدك يا حاجة انت سعدي نفسك بنفسك اه حلو حلوة جميل حلو من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعجبني في يوم بيوم ان الشموع عندهم فيها روايح يعني انا احب جدا رحة الفل الياسمين الليفاندر الروايح دي بصوا لما تولعوا الشمعة كده وتجلسهم الشمعة تدينا ضي جميل وتدينا رحة حلوة بسم الله ومشهر الله اللهم بارك اه دي عجبتني الامانة المنقطة دي انا عندي والله يشموع كتير جدا في البيت بس لازم كده يعني يعرفين انتو اه يعني زي ما تقولوا ارضاء لنفسي نفسي برضو لها علي حق نجيب لها شمعة نجيب لها بوكي ورد نجيب لها حاجة حلو لازم كده نفسنا يا جماعة بتتحمل معانا كتير جدا خصوصا على اليوتيوب بجد انا بشكر نفسي وبقدم تحية كبيرة جدا لنفسي وقول لها يا نفسي انا اسف سمحيني سمحيني ان انا حطيتك في مستنقع يعني لا يعلموا الا رب العباد يلا ما علينا مش موضوعنا يا معبود خلينا يا حاجة في الاجواء الحلوة الجميلة هنا بقى خلصنا يوم بيوم وجبنا الحاجات اللي احنا عايزينها وفي نهاية الفيديو هرجع يوم بيوم تاني هتذكر ان انا محتاجة جدا منديل ومحتاجة السلك بتاع المواعين وانسيتهم هنرجع له في نهاية الفيديو هنقول بسم الله وعلى بركة الله وحب بقى وريكم الاجواء الجميلة وفي الوقت الحاضر ده هتلاقوا ابها كلها تكتسي باللون البنفسجي الجميل الشجر البنفسجي ده اللي شكله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ان شاء الله اروح شرع الفن واصور لكم الشجر البنفسجي اللي هناك شايفين بقى الجمال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اخر جميل لايك بقى عشان البنفسجي والالوان الحلوة الجميلة دي احنا هنا رايحين فين احنا هنا رايحين شمسان عشان نجيب دجاج العيال عندي عاملين اضراب عن اللحمة ما عادوش عايز نياكلوا لحمة قلت يلا مش مشكلة نروح نجيب دجاج طيب ليه معبودنا بتجيبش من بندة ولا العثام ولا الغنيب اقول لكم انا ليه اول حاجة نوعية الدجاج اللي انا بجيبها مش بحصلها الا في شمسان عند محلات الدجاج المبرد طب هي اسمها ايه اسمها انتاج جربوها ودعولي تحسوا ان انتو بتاكلوا دجاج بلدي حاجة كده بصوا طعم وريحة وبسم الله ما شاء الله وفوق ده وده الاسعار حلوة لوها 1200 يعني كيلو ومتين جرام ب18 ريال وفوق ده وده تاريخ اليوم انا حب الدجاج تاريخ اليوم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي ما قلتلكم انا بكون قصدا ان انا نصور الاماكن الجميلة اللي منعدي عليها في قابها الشجر كده والالوان والحضايق والنظافة والجمال اللهم صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام هنقول بسم الله وعلى بركة الله هنا خلاص وصلنا الى وجهتنا وهي محلات الدجاج المبرد موجودة فين موجودة في شمسان وشمسان على فكرة يا جماعة فيها حاجات حلوة جدا واغلبها في متناول الجميع رخيصة تختلف عن المكان اللي احنا عايشين فيه طبعا انا عايشة في الاندلس في حي الاندلس حي راقي حي جميل حي نظيف كله عوائل كله نص محترمة اما شمسان هتلاقوا اغلبها طبعا عمال وكده فهتلاقوا الحاجات فيها رخيصة ومتوفرة ادي المحل اللي انا بجيب منه هو اسمه دجاج مبرد تقريبا وآدي حبيبنا دجاج انتاج لفت نظر الدجاج اللي هو من غير جلد سألت الراجل عليه قال لي نفس سعر التاني يعني فيه ناس بتفضله صراحة بفضل ده انتاج ده بسطه فاخر من الاخر اللي يجربه يدعي لي يقول الله يجزك خير يا معبود عرفتنا على حاجات حلوة بسم الله ما شاء الله هاتي يا ابني حبيتين اه نحبش برضه جيب كميات لاني مش بحب الدجاج يجلس في التلجة ويتتلج نحب نجيبه ونطبخه على طول في اليوم ده عملت كابسة يعني بس مرضتش يصورها معاك وقلتنا عملت معاك وكابسات كتير طبعا قلت له وريني الصدور اللي عندك الدجاج الفليه قال لي اهو وريني ده بكام بخمستاشر ريال تلات حتات الصغيرين ده بخمستاشر ريال وده بكام بطمانتاشر ريال وهم تلاتة برضه زي التلاتة قال لي دي شركة ودي شركة وترجعهم يا ابني المهم حبيتين دجاج حلوين فضلوا نعمة من ربنا الحب 1200 جرام بطمانتاشر ريال لفت نظري الدجاج كده مجتع زي الشاورمة قلت له هتواحدة نجربها ان عجبني نبقى ناخد منه ما عجبنيش اجيب انا صدوره قطعها يعني الحكاية سهلة جدا استعرفين عيالنا زي كل العيال بحبوا الشاورمة والكلام الفرغ ده قلت نسوي لهم شاورمة برغم ان انا اكتر واحدة تقرح الشاورمة وتقرح اللي بيأكلوها بصراحة يعني اه لا هي ولا البورجر ولا الاندومي التلاتة دول لا يمكن اكلهم ابدا هنقول بسم الله وعلى بركة الله طلعنا من محل الدجاج اللهم صلى على النبي لايك عشان السماء وعشان الاجواء الحلوة الجميلة دي احنا هنا دي طبعا ده فندق السلام معروف طبعا اللي هو جنب مستشفى ابها الخاص سابقا طبعا شالوها دلوقتي ربنا فتحها عليهم من واسع فضله وعملوا مستشفى عالمي اه بنا يرزقنا ويرزقهم يا رب هنا خلاص خلصنا هنا مقدمة شارع الفن بسم الله وانشاء الله اللهم بارك والشجر البنفسجي والليلة الجميلة دي ان شاء الله جي هنا واصور لكم طيب احنا رحين فندلوقتي احنا رحين دلوقتي عند لجيمات ودلة حايزين بقى نسترجع ايام زمان وجمال ايام زمان ونعمل جهوة ونجلس في الحوش وحشتني وحزتني جلسة الحوش قلت روح يا معبود نزهي نفسك يا حاجة ما عدش واخب من الدنيا حاجة خلاص بقى كفاعلة كده ونزهي نفسك وهاتي ايه بقى شوية اسمه ايه ده بلح الشام وما بقول عليه بلح الشام بس هو كلير والتاني ده ايه خلية اه انا بعملها والله يا جماعة بعمل الحاجات دي كلها بس زي ما تقولوا الناس دي لها رزق يعني احنا نفضلنا نبقى شطرين ونعمل كل حاجة بمالي الناس دي هدري ازاي ربنا بيرزق الجميع جبت كلير وجبت خلية دا لو لو جايمات بقى يا جماعة ما قلوكوش ما قلوكوش اكيد اغلب الناس اللي في قافة هجربوها حلوياتهم فاخر من الاخر اول حاجة سقرهم مظبوط جدا جدا تاني حاجة حاجاتهم شغل فاخر يستحق التقربة للامانة يعني احنا هنا رايحين فين راجعين لي يوم بيوم تاني اجيب مناديل واجيب سلك للموعين عندنا الجدور يعني عايزة سلك الاسفنجة الوحدها ما تنظفش لازم سلك عشان ايه ننظفهم ونلمعهم كده انا من الناس اللي تحب الموعين اللي بتطبخ فيها تقوم بتلمع كده عارفين انتو بتلمع بتلج بسم الله ما شاء الله مناديل غالية مش عارف والعالة عبدالله تحس انهم بيأكلوها يعني انا في الاسبوع بجيب ممكن واحدة من دي يلا يلا تكفي تاكلوها ياولاد ده مناديل ده وارق ما تعرفوش بعملو فيها ايه اللهم مستعين اللهم مستعين المهم هنا جيبت المناديل كنت عايزة جيب صفرة قلت دمني هنا اجيبه خلاص لانها على وشك تخلص عندي من ايام رمضان ما جيبتش اخد دي انا بحب القروهات دي واللون ده الوردي الزهري الجميل ده لون حلو احبه طبعا دي كبيرة ما شاء الله تقريبا كده ب13 ريال حلوة هتكفينا شوية لحد ما نروح ابو خمسة طبعا اما يكون مقابلني ناس يعني ادبا مني واخلاقا مني لفي ورجع يا معبود وما تضايقش الناس لفت ورجعت تاني بدور على سلك الموعين اه محتاجينه ضروري جدا في البيت الناس العسل السكر اللي معانا لسه هنروح البيت ونعمل جهوة ونعمل اجواء حلوة وشموع وحاجات حلوة ونقعد في الحوش ادونا لايك مجدعة وقوعوا قوعوا تمشوا لان لسه الفيديو مخلص ها هو سلك الموعين الكويس طبعا تحسوا ان هو زي الاستك وبيمط كده ده كويس ما بيخربش الحل ده ضمار خرب بيوت ما حدش يجيبه بيخرب الحلل جدا بيمخشها خصوصا الستالس بسم الله وعلى بركة الله رحين فين رحين حاسب وإلى بيتنا عشان نعمل جهوة ونجلس في الحوش ونعمل لنا كده اجواء جميلة هنا خلاص احنا في طريقنا إلى البيت الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا علينا الحمد لله ونعمل كتير جدا علينا ان احنا اللهم لك الحمد والشكر يعني المكان اللي احنا سكنين فيه كل حاجة جنبنا تعارفين اغلب الاحيان بمشي على رجلي وراح اجيب الحاجات دي كلها بس لو حاجات كتيرة فيها شال لا خلاص نروح في السيارة الحديقة دي جنبنا برضو كتير كنت بجمشي فيها الاول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بص زي ما قلتلكم كل حاجة في ابها حلوة كل حاجة في ابها تفتح النفس كل حاجة في ابها جميلة الله يسعد ابها ويسعد اهلها ويسعد من يجيها ومن يزرها اللهم امين يا رب العالمين وصلنا باتنا بالسلامة غيرنا ملابسنا سمينا توكلنا على الله جهوتنا بقى الحلوة الجهوة بقى اللي ايه اللي تزبط الدماغ بسم الله وعلى بركة الله طبعا الجهوة بتاعتي والله الحمد والمنا مميزة جدا 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 في الطعم والريحة واللون طب بجيب منين الجهوة يا معبود عند اتنين اماكن موسوقين جدا جهوة ابو فهد يعني بصوا فاخر من الاخر جهوة بن العربية دي موجودة جنب مقابل مسجد الرقح في شرع المطاعم جهوتهم طحفة اللهم صلى عن النبي انا بجيب جهوة مبهرة فيها كل حاجة الا النخوة النخوة بتسبب لي حرجان في الصدر فمش بجيبها جهوة فيها كل شيء والهيل وكل حاجة الا النخوة مش بخليه حطها دي يعني بسم الله ماشاء الله حطينا الجهوة حطينا اتنين مصمار حطينا تكة صغيرة من خلطة القصيم حطينا شوية هيل مجرشين هنسمي ونتوكل على الله ونحطها على النار تنطبخ ونجهز الصينية بتاعتنا الحلوة لحد الجهوة ما تخلص هنحط الفناجين وانا احب الفناجين التراصية بسم الله وعلى بركة الله ادي الفناجين بتاعتنا طبعا كنت هاتجهوة في الوقت ده انا واستاذ عبدالله ابني وبقيت الشباب كانوا نايمين العائلة بتاعتي كانت نايمة قلت يلا يا عبدالله امك دعيالك يا ولدي انك بتتجهوة معي بسم الله ماشاء الله اه ده اللي جبنا اللي هو الكلير يعني عبارة عن حاجة كده محشية جيش طعمه حلو الامان انا بحبه يا حلويات فرنسية على فكرة بيعملوها فدلة ولجيمات هم بقولوا عليه بلح الشام بس ده مش بلح الشام خالص يعني على العموم احنا مش هنختلف هنخسر الناس عشان الاسم لا خالص يعني اه من الحلويات الحلوة جدا واللذيذة جدا واللطعمها حلوة جدا بسم الله ماشاء الله اللهم بارك زي من انتوا شايفين كده اخر فخامة واخر جمال اللهم صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام اه ده زبيب يمني تحية تحية كبيرة جدا جدا لكل حبيباتي متابعاتي اللي بيتابعوني من اليمن بقدم لهم تحية كبيرة جدا هم واهل اليمن اجواء ان الحلوة بقى والشموع الحمرة زي من انتوا شايفين اه الشامعة دي بتطلع كده ريحة توت بري التوت البري زي الفراولة بس على اجمل حاجة كده اللهم صلى عن النبي اه بسم الله وعلى بركة الله وما تحلى الجلسة والجهوة الا بالبخور وده طبعا بخور جابته لي حبيبة جلبي ام عبد الرحمن الدوسري بقدم لها تحية كبيرة جدا جدا وقول لها الله يسعدك يا رب الله يسعدك ويسعد جلبك اللهم امين هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونطلع المبخرة ووحدة من الفحم ويديها كده تكاس وغرب الولاعة عشان تولع ونحط البخور البخور بقى مع ريحة الجهوة مع صوت العصافير في الحوش اللهم صلى عنه استهل لايك لايك استهل ألف لايك يا جماعة رفعونا اللايقات بقى عشان الفيديو الجميل ده والحاجات الحلوة المفيدة تنشاف لناش دعوة احنا بالمشاكل وقلة الأدب اللي حصل على اليوتيوب يعني ملناش دعوة خالص ملناش دعوة احنا في طريقنا احنا في حالنا احنا عندنا محتوانا المحترم النظيف اللي بعيدا عن الاستغلال والطمع والتجارة أبدا ملناش فيه والله بسم الله وعلى بركة الله اللهم صلى عن النبي على الصلاة والسلام ناقص ايه المعبود ناقص أجواءنا بقى الايه الرومانسية الجميلة بتاعت الجهوة طيب انا هنا حابة احط الجهوة على البرادة بوشامعة مش حابة احطها في الايه في الثلاجة بتاعت الجهوة هنقول بسم الله وعلى بركة الله ونولع شمعتنا اللي رحيتها فل اللهم صلى عن النبي ونحطها في القعدة بتاعت البراد ونحط عليها البراد ونحط في البراد ربع معلقة هيل مجروش بسم الله وعلى بركة الله ونسمي ونتوكل على الله وننزل بالجهوة بتاعتنا اللي ريحتها تفتح النفس اللهم صلى على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام طبعا هنشيل الليلة دي كلها ونطلع برا في الحوش نتجهوة وحب أن أنا إيه أدارتش معاكو شوية في بعض الأمور هنقول بسم الله وعلى بركة الله اللهم صلى على النبي عليها الصلاة والسلام حطينا شمعتنا الحلوة اللي بريحة التوت البري حطينا جهوتنا الجميلة اللي ريحتها وشكلها يفتح النفس حطينا الخلية بتاعتنا والحالة اللي احنا جبناها من دلة ولجيمات هنقول بسم الله وعلى بركة الله وانجهوة ضيف عندنا ضيف بسم الله وباليمين ربنا يا ربي يجعلنا من أهل اليمين وتفضل يا أستاذ عبد الله ونصب مين نصب للمعبود أيها طبعا بسم الله وعلى بركة الله خد يا المعبود يعلو بالعافية عليك يا حج اللهم أمين يا رب العالمين طبعا ضيفنا لازم يا جماعة لازم نضيف الضيف خد يا أستاذ عبد الله اسكين عبد الله والله إني مستحي حتى يمدي إيده ياخد مني وبنا يبرك فيه وبرك في أولادكو يا رب اللهم أمين يا رب العالمين ندخل بقى في الكلام اللي أنا حابة إيه نتكلم فيه في نهاية الفيديو كده رصة يا جماعة أنا قبل كده قلت لكم أن اليوتيوب ده عبارة أنا بشبهه بالسوء آه سوء كل واحد معه بضوعة فيه ناس معه بضعة نظيفة جدا وجميلة جدا هتلاقوا الزبان بتوعهم ناس كده جميلة وناس نظيفة وناس إحيطة حلوة وناس مصقفة وناس قمة في الأدب والأخلاق دائما الشيء النظيف هتلاقي الزبان بتاعته ناس نظيفة وفيه ناس الله يعزكم ويكرمكم ويعز السمعين معهم بضاعة خيسة معهم بضاعة ريحتها طلعة نفس الشيء هتلاقوا الزبان بتاعتهم نفس الشيء فطبعا سبحان الله ولا إله إلا الله كل واحد على اليوتيوب كل متابع بيتابع الشخص اللي يشبه له في شخصيته وفي أخلاقه وفي عاداته وفي تقاليده يعني عمركم هتلاقوا إنسان قويس بيتابع إنسان سبب أعراض لا يمكن لا يمكن مش مستحيل عمركم هتلاقوا إنسان سيء بيتابع إنسان محترم وبيتكلم بالدين وبيقول قال الله وقال الرسول وما ينفعش السب والقص مستحيل برضو ما فيش فطبعا عشان نفتح من القصة دي كلها كل إنسان بيتابع اللي يشبه له كل إنسان بيتابع واحد هو نفس تفكيره ونفس اعتقاداته ونفس هواء أهواء عارفين أنتو زي اللي مثلا زي اللي بيعبد ربنا على حرفه وبيروح يسمع شيخ مثلا من شيوخ الهواء الشيوخ اللي هي الله يعز السمعين يا رب اللي هم بيحرفوا الدين على كيفهم أو على أهواءهم الخاصة بيروح عايز واحد يحلل له إن الدخان حلال إنك تشربه وإنت صايب في ناس كده والله العظيم فالناس دي احنا مناش أي علاقة بيهم بينا يسطر علينا ويسطر عليهم وكل واحد بيتحاسب على عمله محدش بيدخل القبر مكان حد يعني محدش بيتحاسب مكان حد الواحد مسؤول عن نفسه وعن أولاده اللي هم رعياته كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته أنا أقوم نفسي وأقوم أولادي وبصوا الظلم الظلم موجود مش هقولكم إن إحنا عايشين في جنة وكل البشر اللي أنتوا شايفين هم ملايكة لا خالص ده أكتر حاجة أنا ملحظاها على اليوتيوب الظلم الظلم والإفتراء سهل جدا إنهم يفتروا على حد ده عمل ده سوا ده جاب ده وده سبحان الله هم قاعدين بيفتروا قاعدين بيجدبوا قاعدين بيظلموا في الناس ونسوا إن فيه رب منتقم جبار ربنا سبحانه وتعالى وعد المظلوم الوعزاتي وجلالي لأنصر أنك ولو بعد حين ربنا وعد وأقسم بعزاته وجلاله إنه هينصر المظلوم ولو بعد حين لذلك خلاص ما عادش الواحد يزعل بقى اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد خلاص إنت دامك إنسان مؤمن بالله وحطت في بالك إن ربنا هينصرك فخلاص ترجمة نانسي قنقر